منذ 11 عاماً يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مفروض على كافة مناح الحياة زاد من معاناة ومأساة سكانه هذا الحصار والذي أثار بشكل كبير على الجانب الاقتصادي في غزة تسبب في إغلاق وتوقف 80% من المنشآت الصناعية بشكل جزئي وكلي مما أدى إلى خفض القدرة الإنتاجية للمصانع وتهديد ما تبقى منها بالإغلاق أمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع نهيك على أن هذه المصانع أساساً كانت قد تعرضت للتدمير سابقاً في العديد من الحروب في الكثير من المناسبات كانت تضطر للإغلاق نتيجة عدم توفر المواد الخام في ظل منعها من الدخول من قبل الاحتلال كذلك منع دخول قطاع الغيار والماكينات إلى هذه المصانع مما أدى إلى تدمير هذا القطاع بالكامل حالة من اليأس والقهر تسود العمال بعد إغلاق المصانع التي يعملون بها وتسريح الألاف منهم وحرمانهم من توفير قوتهم وقوت أطفالهم حيث وصل عدد العاطلين عن العمل منهم إلى أكثر من 300 ألف شخص الإغلاق أدى إلى عدم دخول المواد الخام ومواد التغليف والكرتون وقطع الغيار مما يعطينا عدم استمرارية العمل أو تخفيض نسبة العمل وتسريح العمال اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها هذه المصنع يعمل 24 ساعة 3 شفتات يشتغلوا فيها في المصنع هذا اليوم في الأسبوع يوم أو يومين بنشتغل استمرار وقف الاستيراد والتستير ومنع دخول المواد الخام اللازم للصناع إلى قطاع غزة وحرمانهم من معظم مسلزمات ومقومات الاقتصاد الصناعيا وتجاريا ينذر بكارثة تطال تأثيراتها كافة شرائح المجتمع وتجعل واقعهم مريرا أثر على الإنتاج كل يوم هناك زيادة في عدد العمال المعطلين عن العمل وزيادة في عدد المصانع المغلقة لأن الوضع يزداد كارثية بسبب أن الإسرائيل يمنع حوالي ألف سلعة وهناك 3000 شاحنة محملة والبضائع بيمنع الاحتلال دخولها إلى غزة نطالب المجتمع الدولي أن يمارس ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي حتى يفتح المعابر وتنتهي كل هذه الأزمة وينتهي الحصار المفروض على غزة يشار إلى أن إسرائيل تفرض حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما وتمنع الاسترادة والتصدير وتسمح بدخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والإغاثية تداعيات كثيرة خلفها الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة على الجانب الاقتصادي فمعظم الورش والمصانع أغلقت أبوابها والبقية تنتظر لتنضم لسابقاتها عامر الفراء قناة اليوم تطاع غزة